بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المفحل وجتبه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد ثم أما بعد ان شاء الله بدنا ناخد النفرو يخونا في حجم نسميها الكولي لثيسس الكولي لثيسس يعني ستون في القولي بلدار وفي حجم نسميها سيالو لثيسس ستون في الساليبري قلان سيالو يعني ساليبري قلان ستاسس ستون وفي اليورو لثيسس يعني ستون في اليوريناري يلا بسم الله الرحمن الرحيم يخونا بداية كيف الحصوات بتتكون فيه ممكن عن طريق الانفكشن الانفكشن يخونا زي بالبروتيس مثلا بالبروتيس او بالكليبسلة خاصة البروتيس البروتيس عندها انظيم بيحول النيتريت الى نيتريت الى نيتريت والنيتريت بيعمل اكليفج الامونيوم وبالتالي بيكون البي اتش بدا تكون هاي البي اتش تبعت اليورينا يا اخواننا بتكون هاي وكتير من الحصوات بتتكون فيه الكلين ميديا بل انه هل قيت حناخدها هل قيت حناخد كتير 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 من الحصوات بتتكون في الكلين ميديا الان ايضا يا اخوانا الاستيسز اي استيسز في اليورين رح يتكون رح يعني يؤدي هل قيت اخوانا انت لما بدك تجيب كاسة وتحط فيها اي شغلة لو الكاسة هادي ضلتها استيسز رح تترسب هادي الشغلة انت حطيتها فيه في القاع نفس القضية طب ايش اللي بيعمل استيسز وبستركشن مثلا وبستركشن عن طريق استون مثلا وبستركشن عن طريق استون بتكون اه بيعمل او وبستركشن اخوانا عن طريق عن طريق عن طريق حاجات زي كده احنا خلينا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد ناخد النفرو لثيسز غاربا النفرو لثيسز بتكون يونيلاتيرل فلانكبين كوليكبين رادياتد تودا جروين وبيكون هيماتو يوريا هاجيت اخوانا بداية الحصوات ممكن تكون اخوانا في رينال بلفكس ممكن تكون في اليوريتر ممكن تكون في اليوريثرا ممكن تكون في اليورينا البلدر تمام حسب هي وين موجودة حتسوي لي طيب اذا كانت في اليوريتار او كانت في اليورين بلفكس في اليورين بلفكس حتعمل يا اخوانا افلانكبين او وهادي لما بدها تنزل او بتتحرك او ينزل اليورين قاعدة بتجرح يعني تخيل انت اخوانا حصوة قاعدة بتجرح فبتنزل هيماتو يوريا تمام فبينزل اخوانا هيماتو يوريا اجلت يا اخوانا اعتبر هنا اليوريتار او اي اشي وهنا اخوانا في حصوة هذه الحصوة اخوانا ما بتكون سموث بتكون رفلي وبتكون مذبذبة فكل وهي نازلة او كل ما تتحرك قاعدة بتجرح في خلايا التيوبيول فبكون عند هذا المرض اخوانا هيماتو يوريا هذا البين رضييتد تودا جروين واذا كان في ميل بيكون رضييتد للتستس ما علينا هلقيت من اهم الشغلات اللي بتعمل stone formation هو حاجم نسميها اليورين super saturation يعني بتكون انا في انا عندي concentration للشغلات اللي بتسوي اليورين عن طريق الديهايدراشن عن طريق واحد اخوانا عنده ديهايدراشن اذا اليورين هيكون super sat يوريشن يعني اللي بيسوي اليورين اللي بيسوي الستون الكاليسيوم الاوكزاليت اليوريك أسد هدولا لما بيكون كمية اليورين قليل فبيكون لهم super saturation بيكون لهم بيكونوا concentrated طب super saturation بيكون عن طريق نقصان كمية اليورين او زيادة كمية المواد اللي رح تعمل استون طيب زيادة كمية المواد اللي رح تعمل الستون بطريقتين زيادة اكل هذه المواد او زيادة الاكسكريش لازم تقول للمريض اشرب مية كتير اشرب مية كتير لأنه لما بيشرب مية هذه المية رح تنزل في اليورين فرح يقل للساتيوريش تبعت الستون وتبعت هذه المواد تبعت هذه المواد هاي تطلوا علي يا اخوان لما تكون الستون سببها الكترولايت زي الكاليسيوم زي المغنيسيوم زي الالمينيوم زي الفاسفيت هاي بتكون الستون بتتكون في الكالاين ميديا في الكالاين ميديا هالجيتي انا ايش بقول الالكترولايت بيكون موجة باتنين زي الماغنيسيوم موجة باتنين الكاليسيوم موجة باتنين الفاسفيت موجة باتنين الالمينيوم الال موجة باتنين تمام فهدولة بتكونوا فيه الكالاين ميديا ما دون ذلك بتكون فيه أ��الي أصدقني نأتي على الكاليسيوم أكزاليت الكاليسيوم أكزاليت أكثر من سبعين في المية من الس zusammen اللي بتكون موجودة بتكون عبارة عن كاليسيوم أكزاليت وعشرين في المية بيكون عبارة عن كاليسيوم فاسفيت وعشر في المية باقي أنواع السicion وعشر في المية باقي أنواع الس neighboring تمام طب أسباب الكاليسيوم اوكزالد زي اديوباثيك هايبر كاليسيوريا زيادة الكاليسيوم في اليورين لشغل اديوباثيك هايبر كاليسيوم هايبر كاليسيوم في اليورين لازم تعمليها اكسيكلوتد زي مين يا أخواننا الساركويدوز الكانصر الساركويدوز والكانصر فيهم خلايا حاجة الساركويدوز فيها جرانيولوما بتقدر تعمل اكتيفاشن للفايتاميندال فالفايتاميندال بيعمل reabsorption للكاليسوم فالكاليسوم فيزيد بالبلاط لما بزيد في البلاط بنزل في اليورين الكانصر بيقدر يعمل للفايتاميندال فبيقدر يعمل بيقدر يعمل للفيتامين دال فبيقدر يخونا يعمل ري أبزوبش للكاريسون فالكاريسون في البلاط بيزيد فبينزل فيه في اليورين الآن عجيتي اووردوز من الفيتامين دال برضو بتعمل كالسيوم استون برضو هرجيت انت لما تستثني كل هدول وحتستثني الشغلات اللي هلقيت هنقولها هل يطلع علي يا اخواني احنا قلنا فيه انا حاجة من سميها اثيلين اللي هو من سميها لو الواحد يتسمم بهذا الاثيلين اغلايكل الاثيلين الاغلايكل بتحول الى اوكزاليت فالاوكزاليت بيزيد في البلاط هلقيت الاغزاليت لما بيزيد في البلاط بيده ينزل في اليورين لما بينزل في اليورين بياخد مع بياخد معاه كاليسيوم فبيصير كاليسيوم اوكزاليت بيصير له او فيتامين دال اووردوز طب ليش بنقول فيتامين دال فيتامين سي الفيتامين سي مع انه يا اخوانا الفيتامين سي اسيدك وهي بتتكون فيه الكالاين الكالاين ياخوانا فيتامين دال بيعطيني اوكزاليت الفيتامين دال برضو ياخوانا المحترمين بيعطيني ايش اوكزاليت تمام الهايبو ستريوريا ياخوانا وجود الستريت في اليورين بيقلل من الستون فورميشن والمال ابزوبشن لا الكرونز دي سيز هريد اخوانا في قضية المال ابزوبشن يعني زي مثلا الفات مش رح يسيل الها ابزوبشن رح تخرج فيه في اليورين لما بتخرج في اليورين الفات بترتبط مع الكاليسيوم الفات بترتبط مع الكاليسيوم فلما ترتبط مع الكاليسيوم رح تنزل مع الكاليسيوم في اليورين هل جئت الأصل الكاليسون يرتبط مع الأوكزاليت فالتنين ينزلوا في اليورين لكن في حالتنا هادي الكاليسون برتبط مع الفات فالفات بتنزل الكاليسون فيه فيلستول فالأوكزاليت رح يصير إلو إيش ري أبزوبشن الأوكزاليت رح يصير إلو إيش ري أبزوبشن فالأوكزاليت برتفع في البلد لما برتفع في البلد بروح على اليورين لما بروح على اليورين بعمل مع الكاليسيوم مع الكاليسيوم. الآن الستريت بيرتبط مع الكاليسيوم عشان الاثنين ينزلوا في الاستول فيمنع الابزوبش ينتبع الكاليسيوم. فلما يكون الستريت قليل اذا الابزوبش ينتبع الكاليسيوم رح يزيد اذا الكاليسيوم في البلد رح يزيد اذا رح ينزل في اليورين ولما بينزل في اليورين بيعمل لي استون. طب مين اللي بيعمل هيبوستريت زي اخوانا اي اي اصيدك. طبعا واحد قال طب ما هو الكاليسيوم اوكزاليت بتتكون فيه اصيدك ميديا باقول له كلامك صحيح بس مراته بتتكون فيه اصيدك ميديا. الكاليسيوم اوكزاليت برضو بتقدر بتتكون فيه اصيدك ميديا بتقدر. يا اخوانا اطلوا علي. لما رينال تعمل اكسي كريشن للكاليسيوم. لما رينال تعمل اكسي كريشن للكاليسيوم. معنى الكلام حيكون كاليسيوم اكتير في اليورين. معنى الكلام حيتكون ستون. حيتكون ستون. يعني اللوب دايوريتك بتعمل اكسي كريشن للكاليسيوم. بتزود من تكون لستون. طب اي شغلة بتقلل الاكسي كريشن. يعني رح يصير يعني رح يصير ري ابزوبشن للكاليسيوم. فاي شغلة بتزود الري ابزوبشن. فبتقلل الاكسي كريشن للكاليسيوم. فالكاليسيوم في اليورين رح يكون قليل فتكوين الحصوات رح تكون قليل وهذا يخونا شغل الثيازايد شغل يخونا إيش الثيازايد اللي من سميها هايدروكلوروثيازايد من سميها كاليسيوم سبيرينج اديوريتك كاليسيوم سبيرينج اديوريتك خلي المريض يأكل صوديوم قليل وياخد ستريت لأنه الستريت بيرتبط مع الكاليسيوم في الجي اي تي فبمنع الابزوبش انتبع الكاليسيوم الستريت بيرتبط مع الكاليسيوم فبمنع الابزوبش انتبع الكاليسيوم طب ليش أنا بدي المريض لو صوديوم دايت هايد اخونا لما بدي يأكل صوديوم كتير الصوديوم رح يكون رح يروح على الرينال فرح يصير excretion للصوديوم ولما يصير excretion للصوديوم بيصير برضو excretion للكالسيوم يخونا الكالسيوم بتبع الصوديوم فلما الواحد يأكل صوديوم قليل إذن معظم الصوديوم رح يصير إليه reabsorption وبالتالي الكالسيوم رح يصير إليه كمان reabsorption تمام نيجي على الألمنيوم ماغنيسيوم فاسفيت تشكل من 10 إلى 15% هدولة الفاسفيت منسميها كاليسيوم فاسفيت فتلخبطوش بين الكاليسيوم أكزاليت وبين الكاليسيوم فاسفيت منسميها الاستروفايت والله ما نعرفش معنى استروفايت بس هي بتكون عبارة عن التريبل ستون حتى هي مش موجودة معناتها ما علينا الاستروفايت بتكون عبارة عن اخواننا المحترمين تريبل ستون تمام هي بتشكل من 10 إلى 15% من الستون وهي السكد مستكمن بعد الكاليسيوم أكزاليت بعد الكاليسيوم أكزاليت تمام من 15 إلى 20% من 15 إلى 20% لأن الكاليسيوم أكزاليت من 70 إلى 75% ويه هدولة هدولة الاستروفايت من 15 إلى 20% تمام هدولة 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 بيكون most common cause في الانفكشن ويد يورياز بوزيتف أورغانيزم زي البروتياس زي البروتياس لأنه بتعمل الكالانيزيشن في اليورين لأنه بتكسم اليوريا إلى أمونيا هكيد أنتو عارفين يا أخواننا اليوريا عبارة عن إيش أمونيا من هنا وأمونيا من هنا فهي بتكسم اليوريا إلى أمونيا والأمونيا بيعمل الكالانيزيشن في اليورين وإنتو عارفين هدولة الستون بتتكون في الكالاناين يورين فيأخواننا المحترمين لبروتي اليورياز بوزيتف بيكسم اليوريا إلى أمونيا فبعمل الكالانيزيشن في اليورين هلقيت يا أخواننا إنتو عارفين الرينة عبارة عن هايها بتحتوي على رينال بيراميد تمام فبتحتوي على رينال بيراميد وبعد كده بيكون هانا أنا بعرفش أرصم هانا زي الكيليكس ومن الكيليكس بنتهي المطاف بنتهي المطاف إلى البيلفكس رينال بيلفكس ومن الرينال بيلفكس بيعطيني يوريتار إذن في أنا عندي رينال بيراميد تنتهي إلى رينال بابيلي الرينال بابيلي بتصب في رينال كيليكس بتجمع بيعطيني رينال بيلفكس بنزل على اليوريتار هذه الستونية أخواننا بتاخد شكل الرينال كيليكس فزي هيكت بتكون بتاخد هذا الشكل هذا الشكل بسموه يا أخواننا قرن الغزال بسموه قرن الغزال كيف ما كيف والله أنا هدول الدكاتر ما نعارف فبنسمي هدولا يا أخواننا استاج هورن كالكولاي بتاخد قرن الغزال غالبا من لقيها مع يوريناري اتراكت انفكشن غالبا لأنه بتعمل يورييز بوزيتف الكالانيزيشن لليورين فغالبا من لقيها يا أخواننا مع يوريناري اتراكت انفكشن تمام طبعا هل قيتي هدول الستون عشانها بتكون عاملة زي قرن الغزال بتكون كبيرة فالتريتمنت بدك تدخل بالجراحة وتشيلها معروفة التريتمنت بدك تدخل بالجراحة وتشيلها وتعطي أنتي بايوتك ضد البكتيريا ضد البروتياز ضد الكليبسيلا ما شابه هادي بتكون استاج هون بتكون كبيرة نيجي على هلقيتي باقي الحصوات بتكون فيه أسيدك ميديا يخوان أنا ليش بدي أقول لك بتكون فيه أسيدك ميديا أو بتكون فيه ألكالاين ميديا لأنه الستون اللي بتتكون فيه ألكالاين ميديا العلاج هايدريشين مع اصيديفيكيشن في اليورين والستون اللي بتتكون فيه أسيدك ميديا العلاج هايدريشين مع الأكالانايزيشن يعني نجعل اليوريك أسد اليوريات ستون الي هو خمسة في المية من الحصوات كل الحصوات بنسميها ريديو بيك ما عدا اليوريك أسد ريديو لوسينت اليو مع اليو إيش يعني ريديو لوسينت هل جيت أو ريديو بيك هل جيت يا أخوانا لما أعرض عليها الأشعة الأشعة في الإكس ري أو الأشعة كل ستون ببينه ببينه لأنه لما الأشعة بتيجي على الستون الأشعة بتنعكس يعني رح تبين هذه الستون فبسميها ريديو بيك بتبين على شكل معتمة يعني إنهم بتبين لأنه بتكون معتمة هل جيت اتخيل إخوانا هاي الفقرات تمام وهي هانا بتكون موجودة إيش الحصوة الحصوة في اليوريتر مثلا هل جيت لما أنت بتيجي بتسلط الأشعة لو الأشعة لو الأشعة صار إلها ارتداد صار إلها ارتداد لأنه هذه الحصوة بتكون معتمة فهذه بنسميها ريديو بيك وهذه بتكون في كل في كل الستون في كل الستون ما عدا اليوريك أسد في اليوريك أسد بتكون هذه الحصوة مش معتمة إنما شفافة فالأشعة بتخترق وبتظلها رايحة ففي الإكس راي بيبين لباس الفقرات بيبين لباس ما بيبين لي الحصوة لأنه الأشعة رح تخترق الستون وبتظلها ماشية تمام فبيبين لباس الفقرات فبتكون شفافة فبسميها ريديو لوسنت يخونا اليوريك أسد الريسك فاكتور أسيدك بي أتش واليوريك أسد الريسك فاكتور هايبر كونسنتريشن يعني دي هيدريشن أو زيادة الكمية اليوريك أسد في اليورين باختصار شديد يعني أو الهاي والهوت برضو الهوت طبعنا يخونا اليوريك أسد وين وقت ايش بيزيد في القوت في مرضى القوت أصلا إيش مرضى القوت يخونا زيادة اليوريك أسد في البلد فبيصير أو بشوفها يخونا في التيومور لايسس سندروم لما أنت بدك تعطي كيموثرابي لشخص عنده ماليجنانسي في البلد ماليجنانسي في البلد زي لوكيميا زي مييلو مييلو برو السكريت بعمل الكالانيزيشن أوف ديورين كمان لو هذا المريض عنده قوت أعطي له الآلو بيورينول نيجي أخونا هل قيتي هدول الحصوات اللي توي أخدناهم هدول عبارة عن أكويارد واحد أو بديش أقول أكويارد خلص عرفنا الحصوات هديت بدنا ناخد يا أخونا حصوات هديتنا ناخد يا أخونا حصوات بلقيها غالبا عند وهي أقل من واحد في المية من مجموع النفروليثيس اللي هي بنسميها سيستاين أو سيستين حصوات السيستين هديت ري طلع أنا بيصير عندي ري أبزوبشن ري أبزوبشن لل سيستين أو للسيستاين ولل و têm نثين ول الايزين و الأرجينين هدول عبارة عن ضاي بايزيك أماينو أسد بيصير إيه لهم إيه أبزوبشن بيصير مين لهم إيه أبزوبشن في لبروكزيما نكونو بيوليتيد عبيلي ما أنت يعرفين لبروكزيما نكونو بيوليتيد بيعمل بيعمل بالأبزوبشن للأماينو أسد لكن هدول لأشخاص و وبصير إلهم طبعاً أبزوبشن في الجي آي طبعاً هدول الأشخاص يخونا بيكون عندهم ديفكت في الري أبزوبشن للسيستيين اللي اللي مسؤول عنه البروكزيما الكونوفيوليتد اتيبيول يعني الترانسبورت اللي بيعمل الري أبزوبشن للسيستيين في البروكزيما الكونوفيوليتد اتيبيول موجود عنده ديفكت هل جيت اخوانا اطلعلي بدنا نعرف شكله في انا عندي أمينو أسد اسمه سيستيين هل جيت هذا السيستيين يحتوي على أس أتش لو بدو يتحد كمان مع سيستيين كيف هيكون سيستيين هيكون سيستيين طب كيف هنا في انا عندي أس أتش وهنا يا اخوانا المحترمين في انا عندي أس أتش شيل الأتش هادي وشيل الأتش هادي وعمل رابطة داي صالفايد بوند وعمل الداي صالفايد بوند فبتكون السيستيين فبتكون السيستيين الآن حرقتي هدول الأشخاص بيكون عندهم خلل في البروكزيما البروكزيما السيستيين للأورنيثين للليزين للأرجينين طلع كله كل يخوانا هدول عبارة عن بيزيك أماينو أسد بيزيك أماينو أسد تمام فرح ينزلوا في اليورين لأنه مش رح يصير إلو مري أبزوبشن فرح ينزلوا في اليورين لما بينزلوا في اليورين عادي الأورنيثين والليزين والأرجينين بيذوبوا في اليورين وبينزلوا مع اليورينيشن لكن السيستيين رح يتحد مع السيستيين ورح يتكون السيستيين اللي مش رح يصير إلو سليوبل في اليورين مش رح يصير إلو سليوبل في اليورين تمام طيب هلقيت اليورين اليورين الطبيعي عبارة عن acidic urine يعني البي اتش من سبعة من خمسة لسبعة البي اتش تبعت اليورين من خمسة لسبعة يعني acidic urine فهدول يا اخواننا ما بقدروا فالسستين ما بقدر يصير إليه soluble في acidic في acidic urine في acidic urine فرح يعمل precipitation فرح يعمل stone فرح يعمل stone فأنت لما يجي لك children بريكرانت stone وريكرانت فبتعرف أنه هذا عنده السيس طيب طيب كيف أنت بدك تعمل كيف بدك تعمل التشخيص بتعطي للمريض sodium cyanide nitrobroseide هل قيت هذا يا اخواننا sodium cyanide طلعلي الصيانide هادي بروح للصالف hydrally group وبعمل لها cleavage مش تاوي احنا قلنا سيستايين زائد سيستايين رح يعطوني سيستين صح هل قيت هذا الساهم جاي له هيك تمام يعني سيستايين مع سيستايين رح يعطوني سيستين فبيجي السيانايد وبيكسم الرابط بيناتهم فرح يتحولوا يعني كيف هل قيت سيستايين مع سيستايين بيعطوني سيستين فبيجي الانزايم وبيكسر هادي الرابطة فرح يكون تو سيستايين يعني بيجي الانزايم على السيستين وبيكسر الرابطة فرح يعطيني تو سيستايين تو سيستايين تمام هل قيت هذا السيستايين يحتوي على S-H فبيجي النيترو بروساي يرتبط في ال-S-H وبيعطيني اللون البيربر بيعطيني اللون البيربر بعد طبعا عشر دقائق إذا أنا عندي سيستاين مع سيستاين أعطوني سيستين فبيجي السيانايد بكسر الرابطة تبعت السيستين فبيتحول إلى تو سيستاين بيجي النيترو بروسايد بيجي النيترو بيروسايد بيغطب في السيستاين فبيعطيني اللون البيربر طب التريتمين بما أنه هدولة بتكونوا في أسيدك ميديا اعمل الكلانيزيشن وأعطي هايدريشن وأعطي هايدريشن ألقيته كيف بدك تشخص هدول الأشخاص أصلا كيف بدك تكتشفهم بتكتشفهم يا أخواننا إذا كان بوزيتف لا السيانايد نايترو بروسايد إذا كان عنده ريكارنت ستون وهو صغير إذا كان عندهم فاميلي هستوري لستون وإذا كانت هذه في اليورين أناليسيس بتكون ما أخدي شكل المضلع هجزا جونال شكل الهجزا جونال المضلع السداسي اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد بشكل عام كيف بدي أعمل يا أخواننا المحترمين دياغنوسيز للكيدني ستون كيف بدي أعمل دياغنوسيز للكيدني ستون أول إشي بالألترا ساون بالألترا سونو إغرافي أول إشي بعد هيكد بعد هيكد بالسي تي العادية بدون صبغة بالنون كونترا سي تي بتفحص الأبدومين وبتفحص البلفك وبتفحص البلفك وهذا يا أخواننا بيعمل حرفيا الكونفيرماتوري دياغنوسيز بيعمل كونفيرماتوري اللي هو السي تي والألترا ساوند بيعمله لأنه خاصة السي تي هايلي سبيسيفيك مع هايلي سينستيب مع هايلي سينستيب هو يا أخواننا أفضل من الإكس راي ليش لأنه الإكس راي ما بتقدر تتعمل ديتيكشن لليوريك ستون لليوريك أسد ستون لأنه اليوريك أسد عبارة عن ريديو لوسنت لو كانت هذه إبريقنات قولا واحدا بس بالألترا ساوند بفحصها بالألترا ساوند لأنه ما بديها تتعرض للراديةشن ما بديها تتعرض للراديةشن في الكاليسيام أكزاليت في اليوريان أناليسيس بلقيها عاملة بشكل الانفلوب شيء بقدر أشوفها في المايكرو اسكوب اللهم صلي وصلي مبارك على نبيينا محمد هذه الستون بتعملي كلك بين ألم فضيع جدا 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 عارفين عندي المريض اللي أولى من التشخيص الأناليسيك بين كيلر يخوانا بدك تعطيله المريض يخوانا بهموش أنت تشخص ولا ما تشخص هذا بهموش بقول لك يا دكتور ريحني بدك تعطيله أناليسيك لازم يخوانا تعطيله نانستيرويدا أنتفلماتوري الدراج أناليسيك ممكن تعطيله يخوانا الكترولاك من أقوى الأناليسيك الكترولاك بل إنه بصل الأناليسيك تبعته زي الأوبيويد ابتصل الأناليسيك تبعته قوة الأوبيويد تقريبا فعشان كده بتعطيله أناليسيك قوي كمان وبتعطيله هيدريشن بشكل كبير 2 لتر أكتر من 2 لتر بدك تعطيله إيش هيدريش إذا كانت حجم الستون أقل من 5 مليمتر فإنه بتنزل في اليورين سبنتاني وصل حالها بتنزل في اليورين مع قضية الهيدريشن وقضية تعطيله أناليسيك بتنزل في اليورين وخلصنا طبعا وإذا الستون تكونت في ألكالاين ميديا بدك تعمل أسديفكيشن لليورين وإذا تكونت في أسديك ميديا بدك تعمل ألكالاينيزيشن إذا كان حجمها من 5 مليمتر لسبعة بدك تعطيله يا أخوانا شغلة بتعمل ضيليشن زي النفيدبين والتامسولوزين النفيدبين عبارة عن كالسوميتشانيل بلوكار ففي أنا عندي كالسوميتشانيل في السموث مصل فإنت لما تعمل بلوك إذن حيصير مش راح يدخل الكالسوم داخل السموث مصل مش راح يصير كونتراكشن إذن راح يصير ريلاكسيشن لما بيصير ريلاكسيشن مثلا لليوريتار فبتقدر حينئذن اليورين تمرق تمرق وتنزل في اليورين وتنزل فيه وتقدر الستون تمرق تمرق وتنزل إلا أنك عملت ضيليشن نفس الكلام في التامسولوزين التامسولوزين هو عبارة عن ألفة واحد بلوكار لما تعمل بلوك للألفة واحد طبما الألفة واحد موجودة في السموث مصل إذن أنت بتعمل ريلاكسيشن للسموث مصل لأنك بدك تعمل بلوك إذا كان حجم الستون من نصف سنطي إلى 2 سنطي بدك تفتتها بالليزر لايثوتريبسي واللايثوتريبسي نوعين ممكن أنت تدخل بإبرة وتوجه الإبرة على الستون وتفتتها بعد كده تشفطها تشفط التفتيت هذا أو ممكن أنت ما تدخلش بإبرة تعرضه بجهاز زي شفتوا كيف الإكس ري نفسه تعرضه بجهاز هذا الجهاز تسلط الأشعة الليزر هادي أشعة الليزر على مكان الستون وتفتتها وتنزل في اليورين وخلصنا لكن الستون اللي أكتر من 2 سنطيمتر بنفعش يا أخواننا أنا أستخدم جهاز التفتيت هذا اللايثو 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 يا أخواننا معناته حصوة حصوة فاللايتو تربسي هو جهاز بفتت الحصوة إذا كانت حجمها أكتر من 2 سنطيم منفعش أستخدم الجهاز ليش؟ لأنك لو فتتتها رح ترجع هل قلت هي 2 سنطيم يعني أكبر من 2 سنطيم يعني كبيرة يعني ممكن تكون 5 سنطيم كبيرة فهي لما تفتتها رح ترجع يا أخواننا تتكون لأنه تخيل أنت هاي اليوريتار أنت فتتتها هانا فهانا حتكون مفتتة هاي ها هاي الحصوة كبيرة فهانا حتكون مفتتة هاي مفتتة لكن حتيجي هانا يا أخواننا وتتجمع كمان لأنه هي كبيرة فبدك تدخل يا أخواننا بجراحة وتشيلها بدك تدخل بجراحة وتشيلها هاي قلت تقول له علي في قاعدة بيقول له إذا الستون من نص اليوريتار من نص اليوريتار من فوق يعني هلقيت أنتوا عندك هاي الكيدني وهي اليوريتار إذا كانت الستون في نص اليوريتار من فوق أو في الرينا البلفيكس أر بدك تستخدم جهاز اللايثو لكن لو كانت من نص اليوريتار وتحت مع البلدة مع اليوريترا بدك تستخدم يا أخواننا الباسكت بدك تستخدم يا أخواننا الباسكت فإخواننا هنا زي ما قلت لكم الأولى عند المريض مش التشخيص مش الشخصه إنما يا أخواننا الأولى على المريض تعطيله أنا الجزء تريح الألم اللي عنده تريح الألم اللي عنده بدك تقول للمريض قلل من الموالح قلل من الموالح بشكل كبير وخود الفلويد بشكل كبير خود الفلويد بشكل كبير وقلل من الموالح بشكل كبير أما الكاليسيوم كل كاليسيوم معتدل ما هو يا أخواننا لو أكل كاليسيوم قليل الباراثيرويد هونمون رح يفرز الكاليسيوم بس إحنا بنقوله كل كاليسيوم بشكل معتدل هلقيت تقوله علي لما بده يأكل صوديوم كتير الصوديوم الكتير رح ينزل في اليورين رح يسحب معاه كاليسيوم يعني الصوديوم الكتير رح يزود من الإكسيكريشن تبع الكاليسيوم فرح يزود من الكاليسيوم في اليورين فرح يزود من الهايبر كاليسييوريا تمام هذا الكلام عكسه في البوتاسيوم عكسه يا أخواننا المحترمين في البوتاسيوم بقول للمريض كل بوتاسيوم كتير كل بوتاسيوم كتير ما علينا بديه شيء يطلق بطن الثيازايد بيقلل من الإكسيكريشن تبع الكاليسيوم الثيازايد بيقلل من الإكسيكريشن تبع الكاليسيوم فبيقلل من الحصوات فعشان كده بستخدم الثيازايد في علاج الرينال ستون هل قيت زي ما انتم عارفين يا أخواننا في أنا عندي ألفة ريسبتور موجودة فيه الدستال يوريتار وموجودة فيه اليوريناري إبلادار اليوريناري إبلادار تحتوي على الديتروزا المصل فالألفة موجودة في البيس تبعة الديتروزا مصل موجودة في البلادار نيك موجودة فيه اليوريثرا كل هدول موجودة الألفة ريسبتور فأنا لما بعطي ألفة بلوكر إذن بتعمل لأنه الألفة لما يكسر إلى اكتيفيشن بتعمل كونتراكشن فأنا يا إخوانا بعمل ألفة بلوكر ألفة بلوكر فبعمل لليورينا البلدار وللسفنكتار ولليوريثرا ولليوريتار وكمان مع أنالجيزيا وكمان مع هايدريشن فبتلاقي الستون نزلت في اليورين هاي أخوانا أصلا هادي شرحتها يعني هاي أنت الثيازايد بيشتغل في الديستال كونوفيوريتد اتيوبيول بيعمل انهيبشن لهذا القناة هذا القناة كانت تدخل صوديوم فلما يعمل لها انهيبشن فتركيز الصوديوم داخل الخلية رح يقل لما تركيز الصوديوم داخل الخلية رح يقل هذه القناة بسل إلها اكتيفيشن اكتيفيشن يعني رح يدخل صوديوم ورح يطلع بوتاسيوم هنا يا أخوانا الانترستيشيال يعني البلض هنا فلما يطلع كاليسيوم رح يدخل صوديوم ويطلع كاليسيوم لما بيطلع كاليسيوم بروح على البلض يا أخوانا بروح على الانترستيشيال فلما الكاليسيوم يطلع برة فالكاليسيوم جوه الخلية رح يقل فرح يحفز هذه القناة فهذه القناة رح يتدخل كاليسيوم لما تدخل كاليسيوم الكاليسيوم رح يطلع طب من ونده تدخل كاليسيوم من اليوم انتبع الرينة الاتيوبيول فرح يقل الكاليسيوم في اليوم انتبع الرينة الاتيوبيول فرح يقل للكاليسيوم اللي رح يروح على اليوم تمام اخوانا اي شغل مشكلة في الجي اي زي كرونيك دياريا سيلياك ديسيز سيرجيكال مال أبزوبشن للفاتي أسد مال أبزوبشن للبايل صولت في مشكلة في البايل صولت مش عارب شو كله هذا يخوانا بيعمل مال أبزوبشن للفاتي أسد وبالتالي رح يرتبط الكاليسوم في الفات وبالتالي رح يصير ري أبزوبشن للأوكزاليت هل قيت ممكن المريض يجيني بسمطوم تبعة الرين الكوليك لكن في الإكس ري أو في الريديوغراف أو في الإكس ري ما لقيتش ستون ما هو ممكن يا دكتور هذه الستون عبارة عن يوريك أسد ما بتظهر في الإكس ري ممكن هذه الستون طبعا يخوانا لما نقول يوريك أسد ستون اشط بكلمة زانثين ستون لأنه الزانثين في الجسم بتحول إلى يوريك أسد فاليوريك أسد هو اللي بعمل الستون لأنه الزانثين في الجسم بتحول إلى يوريك أسد عن طريق الزانثين أوكسايديز عن طريق الزانثين أوكسايديز تمام أو ممكن هذه الستون تكون صغيرة جدا 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 مش قادرة الأكس ري تلقطها يعني يكون الديامتر أقل من 3 مليليتر أو ممكن اللي عامل الأبستركشن من ستون إنما إنما أو تيومور هو اللي عامل الأبستركشن في اليوريتر يعني تخيل يا أخوانا هاي اليوريتر وفي أنا عندي تيومور هنا رح يضغط اليوريتر فيعمل له أبستركشن فيعمل له بما إنه اليوريك أسد ما بقدر أشوفه في الإكس ري فممكن أستخدم الألترا ساون أو الـ CT النون كونتراست النون كونتراست في الألترا ساوند بقدر أشوف الـ hydro nephrosis والـ hydro nephrosis والـ hydro nephrosis والـ hydro nephrosis والـ hydro nephrosis هل قلتي يا أخوانا طلوا علي هل قلتي اعتبر هاي الكلية وهي اليوريتر وهي البلدر تمام تمام وهاي اليوريثرة لما يصير أنا عندي مثلا ستون هنا في اليوريثرة فاليورين رح يظل موجود في البلدر وبالتالي اليورين رح يظل موجود في اليوريتر وبالتالي اليورين رح يظل موجود في الرينل في الرينل لما اليورين بيزيد في الرينل بيلفكس اليورين بيزيد في الرينل بيلفكس فبيزيد الهايدروستاتيك برشار فبيصير يترشح الفلود عند الرين البلفت بيترشح الفلود لما بيترشح الفلود يا أخوانا بيعمل لي هايدرو نيفروسيز لما اليورين يزيد في اليوريتر بيصير يترشح الفلود في اليوريتر فبيعمل لي هايدرو يوريتر بقدر أعمل دي تيكت للهايدرو نيفروسيز والهايدرو يوريتر في الألترا ساوند في الألترا ساوند وبستخدمها فيه في البريغنانسي اللي بدي أقوله يا أخوانا لما اليورين يضل ستيسيز في البلدار أو يضل ستيسيز في اليوريتار أو يضل ستيسيز في الرينا البلفيكس نتيجة أنه أنا عند ستون في اليوريثرة لما اليورين بيضل ستيسيز الستيسيز تبع اليورين بيزود من البريسيبيتيشن تبعت الستون يعني ممكن يكون كمان ستون في اليوريتار أو ممكن يعمل إنفكشن فيعمل بييلونيفرايتس لأنك أنت قاعد بتعمل استيسيز لليورين فبتعمل استيسيز لليورين بتعرض المريض للإنفكشن وبتعرض المريض للبيلونيفرايتس وبتعرض المريض لتكون استون كمان استون لأنه أنا فيها عندي استيسيز لو كانت هذه الفيميل في الساكند أو في الثيرد ممكن تستخدم السيتي ممكن اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد يعطيكم العافية جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى نجتبه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد ثم أما بعد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد إن شاء الله عز وجل بدنا ناخد الاندستيج رينال ديسيز أو الكرونيك رينال فيلر بس في الاندستيج إنه وصلة الرينال لمرحلة رينال فيلر العلاج إما دياليسيز أو رينال إترانس إبلانتيشن قضية الاندستيج رينال ديسيز ما بتعتمد فقط على البلد يوران نايتروجين والكرياتينين لأنه ممكن الشخص يتكون عنده الرينال قاعدة بتتدمر لكن البلد يوران نايتروجين والكرياتينين مش مرتفعين في البلد بشكل كبير فبقول هذا الشخص عنده اندستيج رينال ديسيز إذا كان عنده رينال فيلر والحل فقط إما دياليسيز أو رينال إترانس فظهرت سمتوم waste خلال وفي اللابوراتوري تست ظهرت السمتوم تبعت إدرينا فلر يعني ممكن شخص يكون образ الكرياتينين لبلد يوران неيتروجين مثلا سبعين سبعين وشخص ثاني يكون عنده البلد يوريان نيتروجين 100 لكن الشخص الأول أو السبعين هذا صار عنده ويحتاج إلى دياليسيز الشخص الثاني لا لا يحتاج إلى دياليسيز لا يحتاج إلى دياليسيز لعدة شغلات سناخدها إن شاء الله لكن اللي بدي أقوله لا تعدمد فقط على البلد يوريان نيتروجين والكرياتينين إنما تعتمد على السمتوم هل عنده بريكاردائتس بليدي انسفالوباثي انفكشن هل عنده هذه السمتوم هل عنده هايبركاليميا متابوليك أسيدوسيز ACG أبنورماليتي ACG أبنورماليتي فبندك تشوف يا أخواننا لما أنا بقول عند ستيج رينال ديسيز يعني بقصد بذلك اليوريميا اليوريميا معنى اليوريميا إنه البلد يوريان نيتروجين والكرياتينين مرتفعين مرتفعين والسمتوم ظهرت على المريض يعني أبنورمال في اللابوراتوري تيست والسمتوم ظهرت على المريض يخواننا كنا نقول في الآزوتيميا بيكون البلد يوريان نيتروجين مرتفع لكن السمتوم لم تظهر على المريض لكن في اليوريميا بيكون البلد يوريان نيتروجين مرتفع يعني اللاب أبنورماليتي لكن السمتوم ظهرت على المريض اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد المسكمون كوز اللي بيعمل اندستاج رينال ديسيز اللي بيخلي الشخص يحتاج إلى دياليسيز هو الديابيتك والهايبرتنشا دا نيكس موسكمون لجلوميريولو نيفرايتست ثم السيستيك والانترستيشيال نيفرايتست السيستيك والانترستيشيال نيفرايتست يعني اللي بيعمل اندستاج رينال ديسيز آه طبعا يخبرنا طيب احنا بدنا نفهم انه الموسكمون الديابيتك والهايبرتنشا الاندستاج رينال ديسيز يوجولي املي ديسيز دات هاز بين بريزن فور يير هاوهر الربد بروغرشي اللي بيخليشيال نيفرايتست بتكون اوبر او اوبر ويكس يعني الاندستاج رينال ديسيز في الغالب بتحتاج سنوات يعني هذا المرض بيكون سنوات عند الشخص بيكون سنوات بيكون سنوات في نهاية المطاف ادى الى اندستاج رينال ديسيز في نهاية المطاف في نهاية المطاف لكن الربد النفرايتست النفرايتست انه الرينال قاعدة بتتدمر ويصير downloaded stage خلال ساعات او خلال اسابيع فقط خلال اسابيع الرينال قاعدة بتنشط الرينال قاعدة بتتدمر خلال اسابيع يا اخوانا تمام اللي بدي أقول لكم إياه خلينا خلينا نمشي المانفستيشن تبع ترين الفيلة أنيميا هايبوكالسيميا هايبر فوسفاتيميا أوستيو ديستروفي هايبر ماغنيسيوم and bleeding infection الآن يا أخوانا طلوا علي وظيفة الكيلية وظيفة الكيلية أول إشي واحد صناعة الاريثرو بويتين اتنين اكسكريشن للهيدروجين والبوتاسيوم والماغنيسيوم والفاسفيت والفاسفيت اكسكريشن ريا أبزوبشن للسوديوم والمية والبيكربونات تمام باختصار كده طبعا كده يا أخوانا وظيفة الكيلية فلما يكون أنا عندي رين الفيلر مش راح يتصنع الاريثروبيتين وبالتالي راح يصير عند الشخص أنيميا تمام لما يكون عنده رين الفيلر مش راح يصير اكسكريشن للبوتاسيوم وبالتالي راح يكون عنده هايبر كاريميا مش راح يصير اكسكريشن للهايدروجين متابوليك أسيدوسيز مش راح يصير اكسكريشن للماغنيسيوم هايبر ماغنيسيميا مش راح يصير اكسكريشن للفاسفيت هايبر فاسفاتيميا والبلاط يونايتروجين والكرياتين بيرتفع في البلاط تمام مش رح يصير ري أبزوبشن كمان يخونا للكاليسيوم مش رح يصير ري أبزوبشن للكاليسيوم فبيصير هايبو كالسينيا الهايبو كالسينيا هادي الهايبو كالسينيا بتحفز من إفراز الباراثيرويد هورمون الباراثيرويد هورمون بيعمل resorption للبون فعشان يعمل release للكاليسيوم والفاسفيت فالفاسفيت بارتفع في البلد حلقيت الكاليسيوم لما بيروح عن رينا مش رح يصير إلوري أبزوبشن رح يخرج في اليورين فبيصير هايبوكالسيمي فبيحفز الباراثيرويد هورمون فلما الباراثيرويد هورمون كل شوية بده يعمل resorption للبون فبيعمل في نهاية المطاف osteitis fibrosica هلقيت الباراثيرويد هورمون كل شوية بده يروح يعمل resorption للبون يعني بيعمل تآكل في البون تآكل في البون فبيعمل osteitis fibrosisistica تمام إذن بيصير أنا عندي أنيميا نوحة نورموكرومي نورموستيك أنيميا الأنيميا علاجها أعطي المريض إيريثروبيوتين بسنة عندي هايبوكالسيميا الهايبوكالسيميا علاجها أعطي للمريض فيتامين دال لأنه برضو يخوانا الكليا بتحول ال الاناكتف فورم فيتامين دال اللي هو 25 هيدروكسي فيتامين دال بتحولوا إلى اكتف فورم إلى واحد 25 هيدروكسي فيتامين دال الاكتف فورم هو اللي بيعمل هو اللي بيعمل أبزورب شلال كالسو من الجي آي الاكتف فورم للفيتامين دال هو اللي بيعمل أبزورب شلال كالسو من الجي آي فالعلاج أعطي للمريض اكتف فورم من الفيتامين دال تمام بيصير عند المريض هايبوكالسيميا فبيرتفع الباراثيرويد هورمون فبيعمل ريليز للبون وبالتالي الفاسفيت بيرتفع في البلد لكن الكالسيوم بيكون ايش منخفض كمان يا اخواننا بدنا نعرف شغله كمان الفاسفيت لما بيرتفع في البلد لأنه الذين ما بتقدر تعمل إكس كريش للفاسفيت فبيرتفع في البلد فبيروح الفاسفيت يتحد مع الكالسيوم وبيعمل بريس في التشوز فبتلاقي الكالسيوم بنخفض من البلد فبيروح الباراثيرويد هورمون بيعمل ريزورب شن للبون عشان يعمل ريليز للفاسفيت وريليز للكالسيوم الكالسيوم بيصير إلو إكس كريشن في الرين لأنه الرين الفيلر الفاسفيت ما بيصير إلو إكس كريشن فبيضل مرتفع في البلد لما يرتفع الفاسفيت في البلد بيروح يدور على الكالسيوم القليل كمان إحنا هرقيت الكالسيوم قليل في البلد مع إنه قليل إلا عشان الفاسفيت مرتفع في البلد بيتحد مع الكالسيوم اللي موجود في البلد وبيعمل بريس في التشوز فبيقل الكالسيوم أكتر وأكتر في البلد الهايبر ثيروديزم الهايبر باراثيروديزم السكندري هايبر باراثيروديزم لأنه لو كالسيوم بيعمل السكندري هايبر باراثيروديزم فبيعمل أستيو ديستروفي أو أستياتيس فيبروزا سيستيك تمام برضو بصير أنا عندي هايبر ماغنيسيميا تمام طبعا العلاج تعمل ريستريكشن للماغنيسيم لذل وبيصير عند المريض برضو يا أخوانا بليدنج هل قيت يطلوا عليه ركزه في هذه المعلومة لأنها مهمة بيكون عنده شغلتين يا أخوانا حقيقة بيكون عنده بليدنج وبيكون عنده تكون لثرومبوسيز تكون لثرومبوسيز ليش لما إحنا كنا نقول في النفروتك سندروم في النفرو في النفرو كان يصير أنا عندي رينال فين ثرومبوسيز رينال فين ثرومبوسيز لأنه بيصير أنا عندي لوس للانت ثرومبين ثلاثة والبروتين س والبروتين اس خلصنا خلصنا تمام لكن في أنا عندي يا أخوانا دي بلاتلت دي بلاتلت والنيوتروفيل ما بتقدر تشتغل في يوريميك انفايرومنت الرينال لما تكون فيها فيلر بترفع البلد يوريا نايتروجين في الدم لأنه أنا عندي رينال فيلر مش راح تقدر تعمل إكسكريشن لليوريا فبترتفع في الدم فالبلاتلت ما بتقدر تشتغل والنيوتروفيل ما بتقدر تشتغل فالبلاتلت ما بتقدر تعمل دي إجرانيوريشن لمكوناتها تمام وبالتالي مش راح يصير إبلاتلت أجريجيشن ولا بلاتلت أكتيفيشن وبالتالي راح يصير بليدن فاليوريميا إنتيوست البليدن تمام طيب كمان لنيوتروفيل مش راح تقدر تشتغل في وضع يوريميا فلما تيجي البكتيريا تهاجم الجسم لنيوتروفيل مش راح تقدر تعمل دي إجرانيوريشن وبالتالي إنفكشن كمان اللينفوسايد مش راح تقدر تشتغل في وضع يوريميا اللينفوسايد إيش كانت وظيفتها من أحد وضائف اللينفوسايد تمنع تمنع الدهون تترسب على البلد فيزل تمنع الدهون يصير إلها أكيوموليشن في البلد فيزل فلما يكون أنا عندي وضع يوريميا اللينفوسايد مش راح تشتغل فالدهون بيصير إلها أكيوموليشن على البلد فيزل فبيصير أثير وسيكليروسيز وهايبر وهايبر تنشل الآن هلقيت قضية البلاثلت علاج البلاثلت أعطي أخوانا دي سمو بريسين هلقيت طلو علي البلاثلت زي ما قلنا مش قادر مش قادر تعمل دي اجرانيوليشن طب كيف بدي أخليها غصب عنها تعمل دي اجرانيوليشن اعمل إلها إكسبوجر للفون والبراند فاكتور أو فاكتور تمانية أخوانا دائما دائما فاكتور تمانية بارتبط مع الفون والبراند فاكتور هم في بناتهم خلاف بسيط اختلاق بسيط لكن فون والبراند فاكتور وفاكتور تمانية دائما بارتبطه مع بعض دائما المهم هرقيت الفون والبراند فاكتور يتم إفرازه من مكانين من البلد تتنفسه ومن الصب اندوثيليل هرقيت في البلد فيزل اللاينينج للبلد فيزل الاندوثيليل سل تحت الاندوثيليل بتلاقي فالدسمو بريسين بيعمل اكسبوجر للفون والبراند فاكتور او بيعمل ريليز في الفون والبراند فاكتور فاول ما تشوف البلاتلت الفون والبراند فاكتور بتجري جرائي 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 عليه بتجري جرائي جرائي على الفون والبراند فاكتور فالفون والبراند فاكتور بيساعد البلاتلت تعمل اجريكيشي وادها بيساعد تمام فالحل أعطي للمرض يخوانا إيش هو الدسمو بريسين هو الأنتي ديوريتك هورمو اللي هو الفاظو بريسين تمام يخوانا المريض مريض الدياليسز أو مريض الدياليسز أو مريض الدياليسز الأثيروسيكليروسز أو الكارديوفاسكولار ديسيز بشكل عام لأنه طوي أخذنا لما يكون أنا عندي مشكلة في الدياليسز ممكن تعملي هايبرتنشن أو لما يكون الشخص عنده هايبرتنشن ممكن يعمل لي رينا الفيلر يعني الرينا اللي بتعمل هايبرتنشن والهايبرتنشن بيعمل رينا فلما الرينا اللي تعمل هايبرتنشن الهايبرتنشن بيفاقم الرينا الديسوردر فالرينا الديسوردر لما تتفاقم بتفاقم الهايبرتنشن والهايبرتنشن لما يتفاقم بيفاقم الرينا الديسوردر والرينا الفيلر بيزود اليوريا في البلد فالليمفوسايت مش رح تشتغل فبيصير في الدياليسيس بيشن الاثيروسيكليوروسيز لما بقول يعني هادا البيشن عنده فحتاج للدياليسيس فحتاج للدياليسيس تمام او للرينا الدياليسيس او للرينا الدياليسيس الساكن ايه الانفكشن هالقيتي اليوريا بتروح تعمل تحت السكن فبتعمل عند هادا الشخص فدايما بيكون عنده ياخواننا ايش او تمام هالقيتي برضو الرينا الفيلر بتعمل خلل في هرمونات الومن وهرمونات المان فلما تعمل خلل في هرمونات المان بتقلل من التستستيرون فبيصير عند هذا الشخص اريكتايل ديس فونكشن ولما تقلل من هرمونات الفيميل فبتعمل عند هادي الفيميل كمان الرينا الفيلر بتزود من صناعة الانسولين فالانسولين هل قد كيف بتصير كيف بتصير العملية الرينا بتعمل اكس كريش للانسولين تمام لانه انا صار عندي رينا الفيلر الرينا بتعمل اكس كريش للانسولين فلما تعمل اكس كريش للانسولين الانسولين في البلط بقل فالجلوكوز بيرتفع فلما الاجلوكوز يرتفع بيروح بيرفع من افراز الانسولين فلما يرفع من افراز الانسولين الاجلوكوز بينزل فممكن عند الرينا الفيلر طبعا عجلطل علي انا بيصير عندي بيصير انا عندي انسلين فبيصير انا عندي ديابيتك ماليطس عجلطل علي ممكن لما تفحص الغلوكوز يتلاقيه مرتفع نتيجة انه انا صار عندي إكسي كريش للإنسولين وممكن لما تفحص الجلوكوز تلاقيه منخفض نتيجة أنه أنا صار عندي ريليز للإنسولين لما ارتفع الجلوكوز عمل للبيتا سيل في البنكرياس تفرز الإنسولين تمام اليورينيا بتروح على البرين وبتعمل إفلابينج موفمينت اللي هو الأستريكسيز الأستريكسيز سببه ثلاث شغلات هيباتيك إنسي فالوبات يوريميك إنسي فالوباتي وهايبر كابينيا اليوريميا والCO2 بيعملوا خلل في النيورال باثوي فبيعملوا ساستين مصر كونتراكشن ساستين مصر كونتراكشن فبيعملوا لي الفلابينج موفمينت أو الأستريكسيز اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد تمام طبعا الشخص لما بيكون عنده هايبر فاسفاتيميا بدك تعطيله بندر يخوانا إيش يعني بندر بندر يعني شغلة بعطيها للشخص بترتبط في الشغلة أنا بدي إياها وبتعمل لما ترتبط فيها بتنزل في الستول يعني بتعمل إلها إكسكريشن في الستول فبعطي بندر بارتبط في الفاسفات فبيعملوا إكسكريشن تمام الهايبر ماغنيسيميا قلل قضية الماغنيسيوم في البلد سواء يعمل الدياليسز من البريتونيوم أو من البلد يعني هيمو دياليسز أو بريتونيوم دياليسز نفس الإشي نفس الإفكتف نفس الإفكتف سواء من البريتونيا الفلويد أو من البلد نفس الإشي تمام لما يكون البوتاسيوم مرتفع في البلد بعطي بندر هذا البندر بارتبط في البتاسيوم فبيصير إلو إكسكريشن في اليورين لكن البندر بحتاج لساعات عشان يصير عشان يعني يظهر التأثير تبقى مش عارف كأنه بحتاج يوم كامل مش زاكر بس بحتاج وقت يعني كأنه بحتاج يوم أو يومين التريتمينت للهايبر فاسفاتيميا بدك تعطي بندر برتبط في الفاسفيت فبيعمله إكسكريشن أو عالج الهايبو كالسيميا عن طريق الفيتامين دل فإنت بتقلل من ارتفاع الباراثيرويد هورمون اللي كان يعمل الريزوربشن للبون تمام أنا يا إخونا مش عارف هضا هل جيت يا إخونا لو أنا بدي أتخلص لما أنت بتعطي للمريض فيتامين دل لازم تعطي له البندر لازم تعطي له البندر لأنه الفيتامين دل بيعمل أبزوبشن للكاريسيوم وأبزوبشن للفاسفيد بس هذا البندر خليه لا يحتوي على ألمينيوم لأنه الألمينيوم بيعمل لي ديمينشيا وهدول الشغلات اللي بيحتاجوا الدياليسيز أخذناهم يا إخونا اللهم صلي وصلي مبارك على نبينا محمد نيجي يخونا على الكيدني طبعا بس على السريع الشغلات اللي بيحتاجوا لما يكون الأسيدوسيز very 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 low يعني مش الأسيدوسيز لما يكون البي أتش very 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 low وقد ما تعطيله علاجات على الفاضي فحين إذن دياليسيز لما تكون اليوريميا high وعمل السمتوماتيك فبدك تعطيله دياليسيز لما يكون البوتاسيوم high وعمل السمتوماتيك في الأسي جي أو مش قادر يستجيب للعلاجات فبدك تعطيله دياليسيز ولما يكون الشخص عنده إديمة بشكل كبير fluid overload تفوق قدرة الكيلية على ل الفلود هذا الشخص عنده بشكل كبير جدا فبدك تعمله دياليسيز أو انجيشن لبعض المواد ليثيوم فالوبرويت كاربامازيبين سلسليك أو كحول نيجي على الكيدني هي المص هي المص بطر لعلاج الاندستيجرينال ديسيز الاندستيجرينال ديسيز هي فيتل إذا أنت معلشتش الاندستيجرينال ديسيز الخيارين المتاحين عندك الدياليسيز والرينال ترانس بلانتاشن والاختيار باعتمد يا أخواننا على الكوموربيدي تبعة المريض لكن بالنهاية الرينال ترانس بلانتاشن أفضل في البتر سيرفايفل واليكواليتي أوف دي لايف طب ليش ليش الرينال ترانس بلانتاشن أفضل لأنه بتخلي المريض يعيش حياة أفضل وبتر سيرفايفل بتخليه يعيش حياة أطول يعيش حياة أفضل يا أخواننا تخيل لو المريض بيعمل دياليسيز ثلاث مرات في الأسبوع ودائما بيشوف مرضى ودائما بيشوف الدكاترة ودائما بيبار وكذا وثلاث ساعات بدي يضلوا موجود في المستشفى ومش عارف شو فإخواننا نفسية المريض بتتعب نفسية المريض حقيقة بتتعب تمام وغير كده في أنا عندي انفيكشن كتير بيكون مع الدياليسيز يعني التعقيم مش شغط يكون إيكوال الكواليتي تبعته 100% الكواليتي تبعته 100% فإيكواليتي أوف ديلايف مع الرينال الترانسبلانتيشن أكتر وبتخلي المريض يعيش حياة أطول كمان الأنيميا والبون ديسيز والهايبرتنشن بتظلها موجودة حتى مع الدياليسيز لكن بتتحسل مع الترانسبلانتيشن لأنه الرينال بتصير تصنع الإريثروبيوتين وبتصير تعمل الريع بزوبش للكاليسيوم وبتصير تقدر تعمل إكسكريش للبوتاسيوم والمية تمام كمان بتصير تحسن التستيرون والإستروجين فبتلاقي هذا الشخص الإندوكراين عنده رجعت للنورمال السكشوال الإريكتايل ديسفنكشن كله هذا رجع للنورمال بتصير هذه الفيميل صارت أوفيولاتوري يعني صارت تعمل منستوال بيريود فكله يخونا بتحسن لكن 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 يخونا بيضل بيضل الأثير سكريروسيز دا مست كومون كوس وبدد عند مرضى الدياليسيز وعند مرضى الرينا الترانسيب الان برضو برضو في الديابيتك في الديابيتس برضو قضية الاوتونوميك انيوروباثي بتزيد سوءا مع مرضى الدياليسيز لكن ممكن تتحسن شوية مع رينا الترانسيبلانتيشن قضية الاوتونوميك انيوروباثي عند مرضى الديابيتك الآن لكن رينا الترانسيبلانتيشن في عندها يخونا اول اشي انه بدك تلاقي دونر متبرع تاني اشي الكوست تالت اشي السيرجيك انتو بدك تعرض للمريض لجراحة رابع اشي الاميونو صبريشن افكت سايد افكت لالاميونو صبريشن ادرك هل قيتي طب انا بدي اعمل ترانسيبلانتيشن افضل اشي تعمل من شخص حي جريب لالك فدونر فليفينج ريليتد دونر من شخص حي جريب لالك طب اذا ما لقيتش من شخص حي بس مش جريب لالك طب اذا ما لقيتش ممكن تاخد من كاديفر ممكن تاخد من كاديفر تمام يعني افضل اشي من شخص حي جريب لالك ثاني افضل اشي من شخص حي بس لالدونر ثالث افضل اشي من كاديفر حتى لو اخذت من كاديفر بيظلوا الرينا لترانسيبلانتيشن افضل من الدياليسس طلوا علي هاي اخوانا السيرفايفل لا living related donor في اول سنة 95% من الاشخاص بيظلهم عايشين في تاني سنة 88% من الاشخاص بيظلهم عايشين في خمس سنوات 72% من الاشخاص بيظلهم عايشين يعني لو انت عملت 101 رينا لترانسيبلانتيشن 72% منهم رح يظلهم عايشين خمس سنوات واكتر واكتر رح يظلهم عايشين اكتر من خمس سنوات 72% منهم دم تخيل عدد كبير لكن لو انت من من living not related donor في السنة الاولى survivor rate 90% في السنة التانية 80% في السنة التالية الثالثة آسف 80% في السنة الخامسة 60% اذن 90 80 60 تمام لكن الدياليسيس بيشانت لو هذا الشخص عنده دياليسيس بس ما عنده ديابيتك مالياتس في السنة الاولى مش عارفين يعني بالظبط قديش بيظلهم عايشين بس بنا نقوله ال survivor rate لخمس سنوات فقط 30% يعني يلي بيعملوا دياليسيس لو 100 شخص بيعمل دياليسيس فانه احتمال يموت منهم في اول خمس سنوات 60 شخص 60 او 70 شخص انت متخيل من 100 شخص رح يموت 60 او 70 شخص مش رح يقدر يعيشوا لخمس سنوات مش رح يقدر لكن لو كان هذا الشخص ديابيتك مع دياليسيس احتمال يعيش خمس سنوات فقط 20% 50% من الاشخاص اللي بيعملوا دياليسيس بيموتوا يعني لا مش هيك 50% من الاشخاص اللي بموتوا وهم دياليسيس 50% منهم بيكون سببه كارديوفاسكولا ولو كارديوفاسكولا ده موسكم من كوز في الرينال ترانسيبلانتيشن ليش لانه الشخص لما بيصير عنده اندستاج رينال ديسيز اوريدي صار عنده اثيروسيكليروسيز اوريدي فانت لما عملتله رينال ترانسيبلانتيشن الاثيروسيكليروسيز ما تحسنتش اوكي انت بتمنع لما انت عملت رينال ترانسيبلانتيشن فانت بتمنع البروباجيشن تبع الاثيروسيكليروسيز تمام انا معاك انت بتمنع البروباجيشن تبع الاثيروسيكليروسيز لكن الاريدي الاثيروسيكليروسيز اللي تكونت في البلاط فيزل لما كان عنده اندستاج الينال بتتحسنش بس انت بتمنع البروباقشن فهذه اللي تكونت ممكن تعمل رينال فيلر ممكن تعمل إخوانا المحترمين رينال فيلر نعيد حلقتي لما أنت بتعمل رينال نسبة الانفكشن بتقل بشكل كبير ونسبة البليدين برضو بتقل ونسبة البروبايتك بتقل والإندوكراين بتحسن كل إشي بتحسن ما عدا الأثيروسيكليروسيز لأنه الأثيروسيكليروسيز إذا تكونت كيف بدك تحسنها بتتحسنش إنما أنت بتمنع فعشانها تكونت فممكن يصير عند هذا المريض ممكن يصير عنده إكلوجين لأنها تكونت في نهاية المطار نيجي على الآخرونبوتك الآخرونبوسيطوبينيك بيربرا والهيموليتك يورياميك سندروم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد ولا نخلي له هذا طيب الهيموليتك يورياميك سندروم من اسمه اليوريميا بترتفع في البلاط نتيجة رين الفيلر فبيصير عند هذا الشخص بليدينك تمام؟ طيب الثرومبوتك الثرومبوسيطوبينيك بيربرا الثرومبوتك يعني بيصير عند هذا الشخص ثرومبوسيز مع إنه بيصير عنده ثرومبوسيز إلا بيكون من الأصل عنده ثرومبوسيطوبينيك يعني عدد البلاط في البلاط قليل يخونا في المنطق في المنطق لما يكون عدد البلاط لط قليل إذن حيصير بليدينك وليس ثرومبوسيز لكن هنا العكس هنا اللي عمل دي كريز في النمبر ده البلاط لط هو الثرومبوسيز هو الثرومبوسيز تمام؟ لأنه يا أخونا لما أنت بدك تكون الثرومبوسيز في أماكن متفرقة من الجسم لما بدك تكون الثرومبوسيز هذا الثرومبوسيز رح ينادي البلاط لط كل بلاب رح ينادي البلاط لط اللي موجودة في الجسم وتيجي على أماكن الثرومبوسيز تيجي على أماكن إيش لثرومبوسيز فبيصير كنصمش للبلاثة من البلاث على أماكن لثرومبوسيز فالبلاثة في البلاث دي كريز تمام طيب هريدت يا أخوانا فيه واحد اسمه آدم فهذا آدم يا أخوانا بيشتغل في محل فلافل انتوا عارفين محل الفلافل بتكون أنا عندي عجينة الفلافل قطعة كبيرة فآدم عجينة الفلافل القطعة الكبيرة بيحولها إلى أقراص فلافل صغيرة أقراص فلافل ايش صغيرة تمام تمام أجت الصحة والتغذية تفحص على آدم أجت عليه وزه لقيت عنده ايش ما براعي النظافة مع أنه هو نظيف هو ايش نظيف نظيف مية في المية بس خلص قالت ما براعي النظافة حتى ضده أو هو مش نظيف هو مش نظيف فآدم مش رح يقدر يقطع العجينة الكبيرة الفلافل إلى قطعة صغيرة فالعجينة الكبيرة الفلافل رح تضلها عجينة ايش كبيرة مش رح تتقطع إلى قطعة صغيرة تمام تمام احنا في الجسم عندنا إنزايم يسمه أدام أدام تي أس تلتطعش أدام تي أس تلتطعش هذا ايش بيسوي في عجينة كبيرة اسمها فون ولي براند اسمها في أنا عندي عجينة كبيرة اسمها فون ولي براند فاكتور هذه العجينة الكبيرة الأدام تي أس تلتطعش بيقطحها إلى عجينة صغيرة إلى فلافل صغار بيقطحها إلى أقراص صغيرة تمام تمام الفون ولي براند فاكتور لما يكون مالتي مالتي مير أو بوليمير يعني لما يكون قطعة كبيرة بيكون اكتف لكن لما يتقطع إلى قطعة صغيرة بيكون اكتف لما الفون ولي براند فاكتور بيكون قطعة كبيرة فبيكون اكتف فالبلاثلت بتيجي عليه وبتعمل ادهيراند واكتيفاشن واكريكيشن فلما يكون قطعة كبيرة بتيجي عليه البلاثلت من كل حدب وصوب بتيجي عليه البلاثلت من كل حدب وايش وصوب فلما تيجي البلاثلت وتتجمع في مكان واحد بتكون ثرومبوسز فعدد البلاتك في البلات بيقل لأنها كلها تجمعت في أماكن معينة من الجسم بتكون ثرومبوسز فعشان أمنع هذه الظاهرة تكون ثرومبوسز بيجي الأدام تي أس 13 بيكسر الفون والبراند بيحاولوا من قطعة كبيرة إلى قطعة صغيرة إلى إن أكتف إلى القطعة الصغيرة هذه أخواننا بتكون إيش فعشان كلا الأدام تي أس 13 الأدام تي أس 13 اسمه مثاله يعني بيكسر هذا فاكتر حلقتي لكن بعض الأشخاص بيكون عندهم في الأدام تي أس 13 كيف؟ عن طريق انه بتيجي منظمة الصحة او التغذية هيئة الصحة او هيئة التغذية على ادام تي اس 13 بتلاقيه مش مراعي للنظافة العامة ليس مراعي للنظافة العامة فبتصنع انتبادي ضده اذا قضية الترومبوتك ترومبوسيتوبينك بيربرا اكوايرد ولا كونجينيتال اكوايرد اكوايرد يا اخواننا ليش اكوايرد لانه راحت هيئة الصحة على الادام تي اس 13 كانت حاطة ضده اجا توزه مش مراعي للنظافة العامة فعملت له انتبادي تمام في الغالب بلاقيها في الادلت في ميل ممكن تمام نيجي علقيت على يا اخواننا الهيموليتك يورييميك سندروم الهيموليتك يورييميك سندروم هارجيتي هادف الغالب في الاتشيلترين بيجي اخواننا ابنك ابنك او اخوك الصغير او ابن اختك بيقول لك دكتور دكتور بدي ثرمنها شو بدك شرمها وراك ايش شرمها قصده بده شورمة شرمها بده ايش شورمة بيطور دي عمحل الشورمة اين بيأكل شورمة وكده ومش عارب شو بروح البيت بينام بصحى بصير يصيح ايش مالك بطنه بجعب هجي اطلو علي الشورمة اخواننا لما تكون في المحلات بتكون مكشوفة بتكون مكشوفة فبتيجي عليها البكتيريا واشهر بكتيريا الاشيريشيا كولاي الاشيريشيا كولاي هرجيتي الاشيريشيا كولاي انواع كتيرة لكن في نوع من الاشيريشيا كولاي اسمه او مية وسبعة وخمسين اتش سبعة هيكد اسمها اشيريشيا كولاي او مية وسبعة وخمسين اتش سبعة هذي الاشيريشيا كولاي بتفرز فيرو توكسن او انتيرو توكسن اسمه شيجا لايك توكسن ايش يعني شيجا لايك توكسن يعني الشيجلة بتفرز نفس التوكسن اصلا هو هذا التوكسن تبع الشيجلة هو هذا التوكسن اخوانا تبع الشيجلة فلما الاشيريشيا كولاي تصير تفرزه بسميه شيجا لايك توكسن انه بشبه التوكسن تبع الشيجلة فهذا الشيغالايت توكسن هو اللي بيعمل لي المشاكل كلها بروح بيعمل دمج في الاندوثيليل فلما بيعمل دمج في الاندوثيليل بتيجي البلاتلت وبتتراكم على هذه الاندوثيليل فالبلاتلت في البلاتلت بتقل هاي اول شغلة فبيصير انا عندي اثرومبوسايتوبينيا اثرومبوسايتوبينيا هاي اخوانا لو هادي الاندوثيليل هادي الاندوثيليل وتيجي البلاتلت تتجمع حانا زي هيكل هاي البلاتلت عملت لما تيجي الرد بلاتصل تمرق لما تمرق من هنا او من هنا او من هنا هادول عبارة اخوانا عن مسامير يعني البلاتلت لما بتلزق في الاندوثيليل بتكون زي المسامير تمام فلما تيجي الاندوثيليل لما تيجي الرد بلاتصل لما تيجي الرد بلاتصل تمرق تمرق بتتجرح بتتمزع بتتقطع نتيجة هذه المسامير فبيكون انا عندي هيموليتك طب وين بخاصة وين 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 بصير الهيمولايسيز في البلاتفيزل اللي صغيرة يعني لما انت يكون عندك البلاتفيزل صغير البلاتفيزل صغير وعليه مسامير فلما تيجي الرد بلاتصل رح تتمزع يا اخواننا فبنسميها مايكرو انجيو باثي مايكرو يعني في البلاتفيز انجيو بلاتفيزل مايكرو البلاتفيزل اللي صغيرة فبيصير مايكرو انجيو باثي فانت بتشوف حاجة منسميها الشيستوسايت الشيستوسايت يعني بتلاقي الرد بلاتصل مقطع ممزع وبتلاقي ترمبوسايتو بينيا طبعا وبتلاقي طبعا رينال انصف الشنسي لانه اسمها هيموليتك يورييمك سيندروم دا موس كومون كوز اف اكيوت رينال فيلر اني تشيلدرن دا موس كومون كوز يا اخوانا واحد قل لي طب ما احنا لقينا شغلات كتير بتعمل رينال فيلر طبعا 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 بما انه التوكسن اللي سوى هذا الشغله مع الشيقلة ليش انت امركز على الاشريشة كولاي بقوله لانه الشيقلة نادرة الحدوث الشيقلة نادرة تعملي انفيكشن لانه مش موجودة مش قصة مش موجودة هي مش منتشرة لكن الاشريشة كولاي هي المنتشرة اخوانا الاشريشة كولاي بتعملي بلضي ديارية بلضي ديارية الاشريشة كولاي اللي من نوع الاشريشة كولاي اللي من نوع اللي من نوع O O 157 H7 هاد الاشريشة كولاي بتعملي بلضي ديارية كمان ما علينا كتير طيب الثرومبوتك والهيموليتك يوريوميك سندروم والثرومبوتك الثرومبوتك الثرومبو سايتوبينيك بالضرار بلاقي انتراضاسكورار هيمولايسيز وبلاقي الثرومبو سايتوبينيا وبلاقي رينال انصف شمسي بلاقي هذول الثلاث شغلات في الثرومبوتك الثرومبو سايتوبينيك برضو بلاقي نيوروروجيكال سيمتم وفيبر طلوا علي هل قيتي هل انا لعبت في الكو اجوليشن فاكتور لا فالبروثرومبين تايم نورمال لانك ملعبتش في الاكسترينسيك باثوي تبع الكو اجوليشن فاكتور والبارشة لثرومبو بلاستين طايم نورمال لانك ملعبتش في الانترينسيك باثوي تبع الكو اجوليشن فاكتور فالكو اجوليشن فاكتور سيملي تمام اخوانا مش شرط واحد عنده ثرومبوتك الثرومبو سايتوبينيك بير بلا يكون عنده الخمسة منفستيشن هدول مش شرط مش شرط اهم اشي اهم اشي اللي هو ما بتقدر تشخص يعني ممنوع تقول هذا عنده ثرومبوتك الثرومبو سايتوبينيك بير بلا اذا هو ما عندوش انترافاسكورار هيمولايسيز يعني عشان تقول هذا عنده ثرومبوتك الثرومبو سايتوبينيك بير بلا لازم يكون عنده انترافاسكورار هيمولايسيز طبعا شغلات كتير بتعمل انترافاسكورار هيمولايسيز يعني مش اول ما اشوف الانترافاسكورار هيمولايسيز بدي اقول هو عنده ثرومبوتك الثرومبو سايتوبينيك بير بلا لا يا اخوانا شغلات كتير ممكن تعمل انترافاسكورار هيمولايسيز تمام يعني مش مأول ما اشوف انترافاسكورار هيمولايسيز يعني بدك تقوله ثرومبوتك الثرومبو سايتوبينيك بير بلا إنما ممنوع تقول عن مريل عنده إثرومبوتك إثرومبوسيتوبينك بيربرا إذا هو ما عندوش هيمولايسز تمام طبعا بتلاقي الأدام تي أسطنطعش قليل الأكيوترين الفيلر من الهيموليتك يوريوميك سندروم في الغالب بتروح لحالها لو ما رحتش لحالها ممكن يا أخوانا تعمل إبلازما فاريسز إذا كانت إيش سيفير تمام بتعمل إخوانا إيش إبلازما فاريسز طيب هل قلت في الثرومبوتك ثرومبوسيتوبينك بيربرا برضو إنت بتعمل إبلازما فاريسز لأنه كان عندك الخلل أنتيبادي كان عندك الخلل إخوانا في الثرومبوتك فتعمل إبلازما فاريسز طيب الآن ممكن في خيار تاني آه ممكن في خيار تاني هل قلت في الثرومبوتك ثرومبوسيتوبينك بيربرا وين كانت المشكلة كانت المشكلة أنه الأدام تي أسطر الطاعش قليل نتيجة تتكون ضده أنتيبادي فهو قليل فأنت أعطي له أدام تي أسطر الطاعش يعني أعطي له بلازمة فرش فروزين بلازمة هذه البلازمة تحتوي على الأدام تي أسطر الطاعش طيب واحد قللي لو أنا نقلت له بلازمة هل حيتحسن المريض الجواب قطعا لا ليش لأنه في الثرومبوتك ثرومبوسيتوبينك بيربرا أنا عندي خلل في الأدام تي أسطر الطاعش فالفون والبراند فاكتور رح يظلوا أكتب فحتى لو أنت أعطيط للمريض بلازمة هذه البلازمة رح تروح على الفون والبراند فاكتور وتتراكم في الهيموليتك يوريوميك سندروم هذه البلازلة أنت في الهيموليتك يوريوميك سندروم أنت عملت إنجري للإندوثيليل فحتى لو أعطيط للمريض بلازلة رح برضو لبلازلة تتجمع في الإندوثيليل لأنه يخونا أنتم عارفين أول ما يصير إنجري في الإندوثيليل طبعا يخونا أول ما يصير إنجري للإندوثيليل اللي بتيجي لبلازلة وبتتجمع في الاندوثيليا طيب الآن الهيموليتك يخوانا يوريوميك سندروم في نوعين فيه تيبيكل اللي تو أخدنا بالشيغالايك توكسن لكن فيه اتيبيكل اتيبيكل عن طريق اكتيفيشن للكومليمنت باثوي اكتيفيشن للكومليمنت باثوي الآن هل قيتي في الوضع الطبيعي الكومليمنت بيدمر فهو بلف بيحاول يروح يدمر خلايا التيشوز الأصلية لكن بيلاقي في وجهه بروتينات زي بروتين اتش بروتين اي بروتين سي دي 46 هدولة بمنع الكومليمنت بمنع الكومليمنت يرتبط في الخلية النورمل تمام لكن بعض الأشخاص بيكون عندهم خلل في بروتين اتش وبروتين اي وبروتين سي دي 46 وبروتين وبالتالي بيجي الكومليمنت يرتبط في الخلية النورمل وبيعمل لها ديستراكشن ودمج فبيعمل لها هيموليتك يوريوميك سندروم اتيبيكال طيب اتيبيكال طيب يخبرنا في نيومونيك بيقول لك اي هيت سيدي اي هيت سيدي واحد بينا محمد يعطيكم عافية جميعا اشتركوا في القناة